السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد تلتة سنة وبعالجي. اه شرح ازاي تحل اسئلة. تمام ونشرح اه مع لعد ونترجم للناس اللي هي ضعيفة في اللغة. واتمنى الجماعة التعفيق و لا تنسوا اللايك والسابسكرايب والشير. والبسم الله الرحمن الرحيم. اول سينتيفك ترم. اه هرمون سيكريتد باي اكسيس اممونت. ان تشلدر سفرت فروم كانسر. ده الثايموسين. يعني هرمون بيفرز بكمية كبيرة في الاطفال المصابين بالكانسر. تمام او تيومرز ده هو الثايموسين. ماشي? طيب. تعال بقى الجيف ريزون بيقول لي. زرايب سبلاي الرايب بيلعب دور في اه سري سيستمز. طبعا هو اكتر من سري سيستمز. تمام? الرايب اللي يضلوع في جسم الانسان. بتلعب دور اي بقى جماعة? اول حاجة ان الرايب س دي تعتبر مكون من الرايب كيج. تمام? القفص الصدري. تمام? اللي هو في ده كده اول سيستم. تاني حاجة لها رول في 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 السيركولاتي السيستم. بتلعب دور في السيركولاتي السيستم هي بتحمي القلب. ماشي? طيب. وبتلعب دور في لانها بتحمي ايه? بتحمي ايه? بتحمي اللي هو الشهيق. اللي هو عملية الزفير اللي بطلع على الهواء. هي اللي بتاخد وبتدي معايا. تمام? في الفوليوم بتاع السدر. بعد كده اه الليمفاتيك سيستم. اه اه الرايب س بيساهم في الليمفاتيك سيستم؟ اه! لان البونز بتاعتها. تمام? هزبون مرو البون مرو بتاع البونز بتاع الريبس في انسايد تمام فاوند انسايد سامبونز زي الريبس يبقى برضو بي ساهم في الليمفاتيك سيستيم يبقى عندي الليمفاتيك والرسبيراتر والسكيليتر والسكيليتر والسيركيولاتر اربعة مش تلاتة هو مهم حتة الليمفاتيك تعال وات حابنز اف الا يحصل لو ابسنس اوف داي سالفايد بوندس فروم بين الانتيبادي غابت الا يحصل هنقول له البوليبيبتايد شين الهيفي واللايت which consist the antibody will not bind with each other تمام زين زين زانتيبادي degenerate all or analyze بيتحلل او disintegrate السؤال ده عايز تفهمه جيب شكل الانتيبادي قدامك كده وشوف الديسالفايد فين وشوف البوليبيبتايد شين بتتطبط ببعضها ازاي بالديسالفايد هتعرف ان لو الديسالفايد مش موجود هيبقى ما فيش انتيبادي تعال سقول لي بعد كده بيقول لي give reason the progeny of primitive organisms is more than that of higher ones البروجين يا جماعة اللي هو الموليد الموليد بتاعت الكائنات او الorganisms primitives البداية الصغيرة يعني زي الديدان والحاجات داية is more than that of the higher ones يعني دايما موليد الديدان والبكتيريا والفيروسات اكتر من موليد الانسان ليبقى لانها because the primitive is endangered endangered يعني معرضة للخطر but the higher ones have care عندها العناية والرعاية and protection through parents بخلال اباها طيب تعالى السؤال اللي بعد كده the extinction of dinosaurs dinosaurs تمام انقراض extension اللي هو الانقراض انقراض اللي ايه the dinosaurs and other giant reptiles giant reptiles اللي هو الزواحف العملاقة ليه الحاجات دي انقراض اللي بنشوفها في الافلام because they are endangered كانت معرضة للخطر due to the hardships المصاعب والمشاكل اللي كانت بتقاملها and the dangers والاخطار they exposed to it for example natural evidences the hardest curse الطابعية طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي the asexual the asexual reproduction. تمام? dependence on the mitotic division of the cells. ليه الاسيكشوال بيعتمد على الميتوتك? بسيط. الاسيكشوال مافيش في ميل وميل. تمام? وعايز كوبي منو. والميتوتك هو بيعمل كوبي. بني اديله طو اني ادي تاو اني. يدي له اني. لان انا عندي كل حاجه بتجي من one parent مش two parent. فانا عايز نسخة equal to it. خلاص? طيب بتاع السؤال اللي بعد كده بيقول لي بيقول لي من عيوب من عيوب الصفات والمميزات بتاع الأجيال اللي جاية زي الآيباء زي سيم يعني دعيب فعلا لأنها مش هتقدر تتكيف مع أي ظروف تستجد ما يقدرش يتكيف أقل تكيف أقل إيه؟ تكيف وده بيؤدي للمشاكل والانقراض طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده القدرة أو ساعة يعني قدرة عندنا تعمل بتقل ليه؟ لأن الريجنوريشن ده كميثود أو بتبقى موجودة مثلا زي أو البلاناريا مثلا تمام؟ أما في عندنا احنا يعني بتقتصر على التأم الجروح فقط هنقول يعني إيه التأم الجروح فقط تمام؟ خلاص وبكده نكون خلصنا الفيديو ده وأستنىكم إن شاء الله في الفيديو تاني ولا تنسوا لايك والشير والسبسكرايب عشان نقدر نكامل معكم وتمنى الناس تحط تعليقاتها وأراءها وأي تحفظات أو أي حاجة في الكومنتس وشير عشان كل يستفيد تمام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته